اشتركوا في القناة نضغط على الرابط المدرج بالمنشور للتسجيل في مخيم هوية 2 بعد الضغط على الرابط نقلنا مباشرة إلى صفحة مخيم هوية 2 على منصة مؤسسة جيل وبعد قراءتنا لكافة المحاور واطلاعنا على التفاصيل وقراءتنا للشروط والأحكام المدرجة في نهاية الصفحة ننتقل إلى خانة التسجيل في مخيم هوية 2 يتظهر لنا ثلاثة برامج كل برنامج لفئة عمرية محددة وذلك اختلاف الاختياجات والتناسبة الموضوعات الفئات العمرية المحددة فعندنا برنامج شباب جيل وهو للفئة العمرية ما فوق 18 عاما ولدينا برنامج أشبال جيل وهو للفئة العمرية من 11 عاما إلى 17 عاما وبرنامج أطفال جيل للفئة العمرية من 5 سنوات إلى 10 سنوات بعد اختيارنا للبرنامج الذي نريد نضغط على مربع سجل الآن ينقلنا إلى صفحة البرنامج الذي اخترناه نضغط على سجل المسابقة يطلب مننا إنشاء حساب جديد نعبئ البيانات المخطوبة للإسم والفريد الإلكتروني وكلمة المرور أو نضغط على تسجيل دخول باستخدام جوجل فيسبوك أفل وإن في حال كنت تملك حساب بالفعل تضغط على تسجيل دخول عن طريق حساب ثم تدخل الريد الإلكتروني وكلمة مرورك وتضغط على تسجيل دخول في حال كنت مسجل سابقا من طريق الفيسبوك أو أفل أو جوجل أو غيره تضغط ليتم تسجيل دخول مباشرة بعد تسجيل دخول إلى الموقع أو إنشاء حساب جديد تضغط على سجل في المسابقة لتصلك رسالة بأنك قد سجلت بالمسابقة بالفعل تضغط أوكي ومن ثم تنتقل إلى صفحة المواد بعد الدخول إلى صفحة المواد تعبئ البيانات المطلوبة في هذا الاستبيان وهو الاستبيان لا يأخذ بك الكثير من الوقت لجميع معلومات المشاركين في مخيم هوية 2 وهذه المعلومات هي التي ستعتمد في المشاركة في المسابقة فنرجو تعبئتها بشكل صحيح ودقي تضغط إبدأ وتعبئ البيانات المطلوبة كاملة بعد تعبئتنا لكافة البيانات المطلوبة نضغط على أرسل ينقلنا إلى الصفحة الأخرى بعد الضغط على التالي نضغط على التالي وننتقل إلى الصفحة التالية تظهر لنا هذه الصورة المطلوب منكم نضغط على الرابط ننتقل إلى صفحة التمزيل أو نسخ الرابط المدرج في الموقع وفتحه في المتصفح الجوبي نختار الصورة التي تناسبنا ومن ثم نذهب ونضعها في صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو سواء التليجرام أو الفيسبوك أو الواتساب وحتى موقعكم هنا الصفحة الشخصية للطالب تدخلون عليها وتضعون الصورة الشخصية لكم نضغط تم ومن ثم ننتظر موعد بدء المسابقة بإذن الله تعالى في تاريخ 29 ذو القعدة الموافق 6-6-2024 بارك الله فيكم ونفعكم وسددكم ونفعكم بهذه الدورة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته